السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم سوف نأخذ الدرس الثالث في سفحة رقم 6 وصفحة رقم 7 خلونا نشوف اللي هي conversation يعني محادثة خلونا نكبر شوية صفحة عشان تكون عندنا واضحة جدا في الشاشة بسم الله هنا مثل ما نلاحظ عندنا هنا شخصين يتحدثون مع بعض خلونا نشوف عن ايش يتحدثون هذ الشخصين هنا يقول so اذا what do you what do you do what do you do احنا اعرفنا في الدروس السابقة انه معنا what do you do ماذا تعمل او ايش النشاط اللي دائما تمرسب حياتك اللي هو هل انت طالب او معلم او اي شغل اوكي what do you do عادل قاعد يسأله هنا قاعدوا ايش تفعل ماذا تعمل يا عادل هذا اللي قاعد يسأل قاعد يسأل الشخص هذا اوكي ما انت ستيف ستيف اوكي يسأل ستيف يعني هنا لما اجي اسأل شخص سؤال ابغى اسأله نفس السؤال اللي يسألني ما اهيد السؤال مثلا اقوله what do you do ستيف لا اقوله what what about you او how about you اوكي how about you مثلا واحد يسألني يقولي how old are you خلاص تجي تقوله I'm 15 how about you تقوله ماذا عنك انت اوكي ايش قاله هنا قاله I'm still in school انا لاجتهم ماذا ماذا عنك ستيف قاله me too me too t double o يعني ايضا اوكي يعني ايضا t double o يعني ايضا me too انا ايضا what do you ماذا تريد want to do in the future what do you want to do what do you do يعني السؤال ماذا تعمل في وقتك الحالي او ماذا تدرس ماذا تعمل في هل انت تدرس هل انت تعمل يعني هذا السؤال لكن لما اقوله what do you want to do ماذا تريد ان تفعل في المستقبل يعني اوكي in the future in the future يعني مستقبل future مستقبل ماذا تريد ان تعمل في المستقبل يقول له هنا قنشوف عادل ايش يجاوب في هذه المحادثة مثل ما تشوف هنا عادل اه عندنا هنا صورة الخيالة وماذا يتخيل ان يصبح اوكي I want انا اريد قال له to be لاصبح flight attendant flight attendant يعني ايش مضيف طائرة مضيف اريد ان اصبح مضيف I like انا احب to travel to travel يعني اللي انا اتنقل اوكي and وميت اقابل lots الكثير of من different people اشخاص مختلفين احب اللي انا اتنقل واشوف اشخاص مختلفين هذا طموحة اوكي خنشوف Steve what he want to be in the future what Steve want to be in the future let's see مثل ما نشوف هنا ان هو عنده كذا شيء ما هو يعني لسه ما قد قرر ان هو يكون ايش well حسنا I don't know انا لا اعرف I don't know انا لا اعرف what I want to be ماذا اريد ان اكون I'm good انا جيد with computers مع الكمبيوتر and I like high tech يعني التقنية stuff اوكي stuff يعني مجموعة او جماعة التقنية اوكي طاقم طاقم التقنية اوكي but لكن I'm also انا ايضا انا ايضا interested interested يعني مهتم interested يعني مهتم في ايش in art في الفن and design والتصميم يعني الواحد لما اختار طموحة هو دائما لازم نحب العمل اللي احنا نشتغل فيه علشان نقدر نبدع فيه صح فعشان كده مثل ما نشوف هنا عادل اختار انه يكون مضيف ليش اختار انه يكون مضيف علشان هو عارف نفس انه هو يحب يتنقل من مكان الى اخر ويحب يغير بلدان وزك كده اما stuff هو عنده كلا اهتمام هو يحب انه التقنية ويحب ايضا انه هو يكون مسمم يحب التصميم فهو محتار ايش يختار بالضبط اقرأ لكم المحادثة كاملة بعد ما ترجمناها So what do you want? So what do you do Adele? I'm still in school. How about you Steve? Me too. What do you want to do in the future? I want to be a flight attendant. I like to travel and meet lots of different people. Well I don't know what I want to be I'm good with computers and I like high tech stuff But I'm also interested in art and design طبعا أسفة جدا على صوتي جدا علشان شوية تعبان وزكية ولسا متشافيت إن شاء الله بس ما حبيت كمان أضيع اليوم من غير ما أشرح فيه درس لكم إن شاء الله يا رب يكون شرحي واضح بعد ذلك هنا عندنا في المربع الأخضر مكتوب your ending your ending نهاية اللي تختارها أنت المحادثة اللي سمعناها قبل شوية بين عادل وستيف قلنشوف النهايات اللي متوقعة يعني من أنت تشوف اهتمامات ستيف وراحين نشوف إيش النهاية المتوقعة أو إيش الحلم اللي ممكن هو يقدر يحقق ومن اهتماماته ماذا قال عادل لستيف أنت تخيل تخيل النهاية المحادثة ستيف إيش أختار يكون أو إيش قال العادل قال له how about article يعني إيش ماذا عن الهندسة المعمارية خلاص هل هو يريد أن يصبح مهندس معماري أو number two work as website designer works as website يعني مصمم مواقع website مصمم مواقع أو نشوف آخر واحدة what about job in advertising ماذا عن العمل في الإعلانات إذا أقرب عمل له اللي هي number two أنت تختار اللي تشوف أنا أشوف أن أقرب عمل اللي طموحه هي number two اللي هي web site design خلونا نشوف طبعا بعد كل محادثة عندنا مجموعات من الأسئلة about conversation حول المحادثة عندنا هنا يقول لك حول المحادثة about the conversation number one what do عادل and Steve do ماذا يعملون عادل و Steve what do عادل and Steve do إيش نقول ماذا يعملون عادل و Steve إيش هما student لسه هما طلاب في المدرسة number two what does عادل want to be ماذا يريد أن يصبح عادل عادل want to be a flight attendant okay is it good job for him هل هذا عمل جيد له نقول yes why because he is interest in traveling okay هو مهتم بالرحلات why not okay what is Steve good at ما هو جيد ما هو جيد Steve جيد في ماذا جيد في art في design في high tech stuff okay about you حولك يقول لك what do you want to be in the future ماذا تريد أن تصبح في المستقبل ممكن تقول I want to be a teacher مثلا مدرس أو أي شيء بعد ذلك يقول لك discuss in group discuss in group يعني discuss يعني ناقش in group في مجموعات say why واذكر لنا لماذا اذكر لماذا تريد أن تصبح هذا الشيء مثل ما ذكر لنا عادل هو يبغى يكون مضيف لأنه يعش لأنه يحب السفر وستيف ممكن يصير مصمم مواقع لأنه يحب design ممكن يصير فنان لأنه يحب الفن ممكن يصير يعمل في تقنية في high tech stuff لأنه هو يحب high tech stuff okay قلنا نتقل الصفحة اللي بعدها اللي هي page number 7 okay عندنا هنا نص قراءة reading okay خلنشوف عندنا هنا يقول reading قراءة okay يقول لك before reading قبل القراءة what do you think عمر حمدان wants to be قبل ما تقرأ من الصورة إيش تتوقع أنه عمر حمدان يبغى يكون مثل ما احنا شايفين معروف يبغى يكون لا لأنه الصورة توضح ذلك follow your dream follow your dream follow يعني اتبع أحلامك اتبع أحلامك خلنشوف إيش هو إيش هي أحلام عمر حمدان عمر حمدان lives in tabuk lives يعيش in tabuk في tabuk يعيش في tabuk he is هو 16 يعني 16 16 years old عمره 16 and he is وهو on the school football teams هو في فريق football يعني القدم كرة القدم في فريق team فريق football كرة القدم school عمر عمر هو جيد لاعب جيد and he is the team top striker this season هو المهاجم الأول في هذا الفريق في هذا الفصل هو المهاجم الأول عمر wants عمر يريد to be a professional football player عمر يريد أن يصبح professional يعني متمكن فوتبول فوتبول player player يعني لاعب خلنشوف بعد ذلك the coach the coach المدرب thinks he has potential لأنه ممكن يكون عنده احتمال كبير أنه يصبح لاعب كبير ومشهور هذا مدرب اللي يعطاه هذا الاحتمال عمر is an عمر is an عمر is an الوطنية الوطنية fan fan يعني ايش معجب هو معجب فريق الوطنية fan and his dream وحلمه to play for الوطنية one day هو يتمنى وحلمه أنه يلعب في هذا الفريق في يوم من الأيام one day يعني في يوم من الأيام this summer he is going to this summer هذا الصيف he is هو going to ذاهب إلى الوطنية football فريق الوطنية الفريق الوطنية رايح لهم في هذا الصيف school مدرست مدرست هم okay their boys learn their boys learn الأولاد يتعلمون the techniques of the حول football and how to walk as a team عن القدم وعند كيف تلعب مثل فريق واحد كيف تلعب كفريق واحد okay they also they also have a chance أيضا عندهم فرصة a chance يعني فرصة لإيش to meet to meet ليقابلوا their favorite star players اللاعب المفضل لديهم star يعني النجم المفضل لهم في هذا الفريق okay عمر is really excited هو جدا متحمس عمر عمر is really really حقا excited يعني متحمس his parents support parents يعني والديه support يدعمه والديه يدعمه support him يدعمه but لكن لكن إيش but they want him to go to an university يبغو يذهب إلى أو يريدون أن يكون يذهب إلى الجامعة they say هم يقولون football كرة القدم okay football is okay is okay جيدة but you need لكن تريد to think about your future لكن لازم تفكر في مستقبلك your future not many people become professional players not ليس كل الأشخاص يصبحون لاعبين مميزين okay أو متمكنين في طبعا نحن نعرف ناس كثير أكيد تعرفون في حياتكم العام ناس كثير يلعبون كرة لكن يكونوا شاطرين في الكرة وتتوقعون لمستقبل بس سبحان الله ما يكمل في هذا المشوار مو كل الناس تكمل في هذا المشوار who makes who make who make يصنع a lot of money a lot of money يعني مو كل واحد يعرف يلعب كرة ويكون متمكن في لعب الكرة يقدر أنه يصنع المال أو يحصل على المال ولاعبين الكرة عندهم يعني عملهم يكون جدا قصير يعني لهم سن محدد اللي يدخل يلعب في كرة القدم سن محدد خلاص عملهم يكون جدا قصير يقول لك but لكن أمر loves football عمر loves football عمر يحب الكرة loves يحب football كرة القدم and he وهو wants يريد to follow his dream يريد أن يتبأ حلمه لكن هو يبغى يتبأ حلمه خلونا نقرأ القطعة بعد ما ترجمناها جدا سهلا follow your dreams عمر حمدان lives in تبوك he is 16 years old he has on the school football he is on the school football teams عمر is very good player and he is team's top striker this season عمر wants to be professional football player the coach thinks he has potential عمر is an Alwataniya fan and his dream is to play for Alwataniya one day this summer he is going to the Alwataniya football football school their boys learn the technique of football and how to work as team they also have a chance to meet their favorite star players Omar is really excited his parents support him but they want him to go to a university they say football is okay but you need to think about your future not many people become professional players who make a lot of money and professional football players have very short careers but Omar loves football and he want to follow history بعد القراءة رح نشوف الأسئلة عن القطعة بعد ما قرأنا القطعة after reading where does عمر leave أين يعيش عمر يقول لك he lives in tabuk هو يعيش في tabuk موجودة في القطعة وقرأنا who does he play for يلعب ليش الوطنية what kind of player he is أي نوع من اللاعب هو قلنا he is top strikers of his team يعني مهاجم الأول مهاجم الأول what kind of player he is جوابنا what does he want to be ماذا يريد أن يصبح he wants to be a football player لاعب كرة قدم where is he going in this summer أين سيذهب هذه العطلة الوطنية رح يروح الوطنية school what do عمر parents think of his plans ماذا يقولون أبوه عن خطط هو قالوا موجودة هنا عندنا كاملة موجودة قالوا not many people becomes professional player who makes a lot of money okay and a professional football player have a short carrier very short carrier okay يعني والدي يؤيدون أنه يلعب ويستمتع في وقته لكن ما يبغون هو أنه يستخدم هذا الشيء كعمل له يبغوا يدخل الجامعة ويتخصص في شيء آخر okay خلنشوف آخر شيء عندنا هنا discussion يعني نقاش do you agree or disagree with عمر parents هل agree يعني agree يعني تتفق أو disagree أو لا تتفق هل تتفق أو لا تتفق مع والدي عمر ها تتفقون أو لا تتفق نتفق ليش لأنه مثل ما نعرف كرة القدم short carrier وقتها قصير وغير كذا مو كل من اللعب يقدر يكون مشهور أو يقدر يحصل على المال is يقول لك هنا كمان is is a professional football player good job هل هو عمل جيد أنك تكون من منظورك أنت لا تشوف أهلها إيش قالوا أو هو إيش قال أنت من منظورك هل تشوف أنه عملك كلاعب كرة جيد أوكي بعد ذلك أي رد إشكال هنا is it easy to become professional football player هل هو سهل أنك تصبح لاعب كرة متمكن أو صعب أوكي طبعا الهواية دائما أي هواية سواء كان لعب كرة القدم أو أي هواية في حياتنا نقدر نسقلها بالتعلم وكذا خلاص يعني كلنا عندنا لها هوايات كلنا عندنا لها طموح لكن إيش لازم نسقلها بالتعلم تسقل بالتعلم إذا أهملناها ما رح تسقل أوكي بكذا نكون خلصنا هذه الصفحة اللي هي page number 6 and page number 7 أتمنى تكونوا فهمتوا إذا ما فهمتوا تقدرون تعيدون مرة واثنين وثلاثة أتمنى يا رب أني أنا قدر توصل لكم معلومة أنا تعبانة شوية ما عليش أسفة جدا على صوتي لكن ما حبيت أضيع اليوم من غير ما أشرح لكم شي نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم اللي هو درس الأخير من الوحدة الأولى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي ورحمة الله وبركاته